كرة اليد للاتحاد الدولي لكرة اليد أيضا أرسل موافقة للاتحاد المصري لكرة اليد على استكمال مباريات الموسم الماضي واللي بقى فيه جولتين ولكن بالقوائم القديمة للموسم الماضي كلنا عارفين ان اتحاد كرة اليد قرر انطلاق مباريات الموسم الجديد وكانوا أجلوا آخر جولتين في الموسم الماضي اللي كان توقف بسبب فيروس كورونا عشان يحددوا فيما بعد موعد لاحق لهم بسبب مباريات الموسم الجديد وكان الخلاف اللي موجود خلال الفترة اللي فاتت هل هيتم اقامة اخر جولتين في دوري الموسم الماضي بالقوائم القديمة ام الجديدة وتم الاستفسار من الاتحاد الدولي لكرة اليد عشان هو اللي يكون الفاصل والحاسم في هذا القرار واللي قرر اقامة المباريات بالقوائم القديمة اعتقد ان ده هيحط كلا المديرين الفينيين الكابتن حسين زاكي او الكابتن طارق محروص في ازمة ان عدد كبير جدا من اللاعبين في الاهل والزمالك انتقلوا الاندية اخرى وتم وجود صفقات جديدة وانتدابات جديدة فكده هيبقى فيه لغبطة فنية شوية ولكن نتمنى ان شاء الله ان البطولة تنتهي على خير وان احنا نشوف ايضا دوري بينتهي بكل قوة